اشتركوا في القناة 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 بعد استبعاد لاعب خط وسط ميلان من الفريق يعني ميلان استبعدت بالناصر خليني منكم اش من الخرطة تساعد ماشيستر يونايت اللي تقديم عرض جديد لنجم ميلان اسماعين بالناصر بحسب التقارير كان لعب الوسط الجزائري ضمن تشكيلة الرسونيري الحائزة على لقب الدوري الايطالي حيث تشارك في 31 مباراة بالدوري وسجلها 31 مباراة قل لي غير راضي خليني منك لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لم يتبقى منهم سوى عام واحد على عقده في صان سيرو ولم يوقع على صفقة جديدة بعد وتشير هذه الصالة بريطانية هي ديشخورطورة هي تقول لك وتشير تقارير في الصحف الجزائرية يعني مشي دستان اللي هدرت الخبر هادا تعاموشي سريونا كي ما قلت لكم منزمون ديال الخبر نوشيرا في الجزائر والدستان البريطانية عودت الخبر وقالت مام يعني هنا نستعر بدستان البريطانية قال لك تشير تقارير في صحف الجزائرية الى ان اللاعب غير سعيد بخسارة مكانه في التشكيلة الاساسية لميلان امام فرانك كيسي وصندرو طونالي لذلك يعتقد ان مسؤولي والترافورت قد يتحدثوا الى نظرائهم في ميلان عن بن ناصر كان مدرب اليونيت السابق ولي جونر سولت شايق مهتما به وي كان مهتم به هذي قلتها لكم وصح هذا الخبر هذا خرج متزاير دسال البريطانية راي تقول لك الخبر خرج متزاير هذا خبر جزائري ما راهوش لا في ايطاليا لا في انجلط جزائرية اللي خرجته صحفة الجزائرية جود سعيد بالرحمة راكوا تشوفوا هذه الصفحة تابعة الويست هام وش تقول لك رأي يعني رأي الصحافي هذا موسم ضخم ينتظر رجل ويست هام وسط شائعات عن رحيل رحيله المبكر خرجت اليوم هاي لك 16 لا يجب بيع سعيد بالرحمة من قبل النادي هذا الصيف لكن يجب على الجناح الموهوب بدل المزيد من الجود لإثبات نفسه لديفيد مويس قل لك ظهر التقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية على إمكانية بيع بالرحمة هذا الصيف بعد عدة عروض عدة عروض جاتوا عدة عروض ربما يأكدوا هذه الصفحة تعويصها غير متنافسة على أرض الملعب يعني قال لك جات عروض غير متنافسة على أرض الملعب قال لك منذ ذلك الحين أصبح اللاعب البالغ من العمر 25 عاما غير محبوب تحت قيادة المدرب غير محبوب خلاص حرفة ديفيد مويس في التشكيل الأساسي على الرغم من أنه كان له دور رئيسي داخل الفريق في بداية الموسم أظهر اللاعب الجزائري الدولي أمام مشجعي ويستهام قدرته خلال الموسمين الماضيين لكن كثرت العروض غير متسقة وسوء اتخاذ القرار أدى إلى إطارة علامات استفهام حول قدرته على أن يكون لاعبا أساسيا في ستراتفورد في الواقع 11 هدفا و 6 التمريرات حاسمة هذا الموسم دليل على أنه يمكن أن يكون لعبا مؤثرا وفعالا داخل هذا الفريق مشاهدا مباراة ومع ذلك فإن انخفاض التقى خلال الأشهر القليل الماضية جعله يسجل هدفين فقط في 9 مباراة كلاهما قادما ضد نرويج الهابط في المباراة قبل الأخيرة من الموسم بعد قولي هذا هذا الصحفي قل سيكون من غير الحكمة أن يبيع هامرز بالنرحمة هذا الصيف خاصة بعد بقاء عمق الفريق ضعيفا للغاية لا تزال خدماته مفيدة وقد أظهر عدة مرات كيف يمكنه التأثير على الألعاب في كل من المنافسات المحلية والأوروبية الأموال دهامرز هادية يمتلك دهامرز الأموال لازمة للتعاقد في مكان آخر دون الحاجة إلى بيع أحد أكثر لعبين موهبة لدينا من حيث القدرة وهناك بالتأكيد إمكانية أكبر لفتحه إحنا يقول لك يعني رح تبيع إنت أكبر موهبة عندنا باش تروح عندكم ضعهم رحوا يجيبوا لجوار بلا ما يتبيعوا سعيد بالرحمة هذا الصحفي يقول لهم سيخبرنا الموسم المقبل ما إذا كان لائقا لللاعب تحت قيادة مويس أم لا الموسم الثالث يقعد يضيع وقته معكم باش إيبان أسكو يلعب يساعدكم أبان بل ما يساعدش مويس ماشي ما يساعدش الله ما يساعدش مويس وانا أنت منه خلاص سعيد هذا المدرب ما يحبكش وانت على بالك إذا جاتك عرض رح الله يسهل عليك ما تبقاش ضيع في الموسم الثالث الموسم الرابع حتى تولي أو بلاسك في المنتخب رأي في خاطر على بالك رح وانت العب باش تضمن بلاسك سيخبر تطالة المؤاملة وسيحتاج إلى إثبات نفسه إذا كان يريد استعادة مكان أو مويس لما يخله شيء يثبت نفسه سيكون اختيار صعبا على بالرحمة للعودة إلى ما كان عليه في السابق لكنه بعيد أن يكون غير قابل للتحقيق تتخليني منك بو نجول أنزمون دي تحكي لكم تصريحات تهيشان بالليلي باش ما تطوش الفيديو الجزائر النيس بلال إبراهيمي يعود إلى اختياره ويتحدث عن مستقبل يعني المدرب بتاحهم تعنيس بلال إبراهيمي اللعب الجزائري الدولي عاد إلى اختيار وتحدثه عن مستقبل حلم طفل استعاده جمال بالماضي خلال الرالي الدولي للأخير مع الجزائر بلال إبراهيمي لم يخفي فرحته بارتداء قمس تعالب كما انتهز الفرصة للتحدث عن مستقبل كريستوف هذا يقول لكم رئيس تاحهم مدرب تاحهم على اختياره في الاختيار قال لك اخترت الجزائر لأنها كانت بلدي المفضل لفترة طويلة جدا ملاحظة و19 لقد لعبت بالفعل لفارق شباب الفرنسي في المحرر وقضيت وقتا ممتعا مع العديد من اللاعبين الذين عرفتهم جيدا لأننا كبرنا في فرنسا لكن في الفارق الأول كنت أرغب دائما في اللاعب للجزائر عن المقاربات الجزائرية اقترب مني مساعده مساعد بالماضي مدرب حراس المرمى ملاحظة المحرر لقد جاء إلى نيس لرؤية هشام البوداوي ويوسف عطال واغتنم الفرصة حتى نتمكن من المناقشة قبل ذلك بقليل كنت قد تحددت بالفعل إلى القادة أخبروني أنهم كانوا يتابعونني يعني على برماضي وأنني كنت على الطريق الصحيح وأنه يجب علي الاستمرار في اللاعب مباريات جيدة في النادي للحصول على مكانه في المنتخب الوطني حول تردد محتمل مع فرنسا لا لم أتردد الجزائر مثل فرنسا بلداننا منذ نشأنا هنا ونتيجة لذلك لدينا عائلاتنا وأصدقائنا في فرنسا ولكن في الجزائر أيضا لدينا نفس الشيء عائلاتنا أصدقائنا إلى آخره العمر معقد بعض الشيء لكن لا يزال اختيار شخصيا يعني اختيار شخصيا ذات الجزائر عن أدافه مع الجزائر هذه عمليا هي نفسها الموجودة في النادي أريد أن أحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات وأن أفوز بكأس إفريقيا للأمم وأن نتأهل لكأس العالم المقبيلة هذه أهداف إيجابية أريد الاستمرار فيما منادي في كثير من الأحيان قدر الإمكان سأعمل من أجل ذلك عن حالة غرفة خلع الملابس بعد إقصاء كأس العالم عندما وصلت شعرت أنه لا يزال هناك القليل من خيبة الآمل وهذا طبيعي لكننا أثبتنا حتى أولئك الجدد الذين تم استدعائهم أننا مساعدون للموضي قدوما وأكثر جمالا لعبنا ثلاث مباريات كان لدينا ثلاث مباريات ففزنا بها أظهرنا أننا لم ننتهي خوتي ما نتوش عليكم وكا جديد راني نحط ندير الفيديو ما نتوش عليكم خوتي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام ورحمة الله تعالى